سلام عليكم ورحمة الله عايزين نبدأ نهضر رحلتنا رحلة البحث عن الكنوز بكنوز أسماء الله الحسنى اسم من أسماء الجمال المقرب جداً لقلوبنا واللي محتاجينه جداً في حياتنا اسم النهاردة هو اسم الله الولي والولي هو الذي يدبر شؤون العباد على الوجه الذي يحقق مصالحهم عايزك تتخيل لو أنت رحت لبلد عمرك ما رحتها قبل كده ما تعرفش فيها أي معلومة استقبلك حاكم أو رئيس الدولة دي وقال لك أنا هبعت معاك راجل من رجالتي هو أكتر واحد عارف البلد خليه سؤلك في أي حتة أنت رايحها هيوصلك فأنت أعدت جنب الراجل وقلت له تفضل حضرتك سوء أنت أدرة هو اللي بيتولى القيادة وإنت مسلم بس تقوله أنت نفسك في إيه وهو هيوصلك وساعات كمان هو يقترح عليك من علمه في البلد دي إيه اللي ينفعك فيها وإنت ما تعرفش شايف بقى المثال ده وهو بيطلعك الراجل ده من كل حتة زحمة ويقولك المنطقة دي خطر بلاش نروحها وإنت بتقوله سوء وتولى أنت القيادة ولله المثل الأعلى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وربك يقول في القرآن وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَةِ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ربنا سبحانه وتعالى ممكن يأجل نزول المطر اللي هو كناية عن الرزق لعلمه أن التوقيت مهم استنى شوية وهيجي لك الرزق بعد شوية لأنه هو اللي متولي تدبير حياتك على الوجه الذي يحقق لك المصلحة الولي عشان كده كتير في القرآن ربنا سبحانه وتعالى يقول فنعم المولى ونعم النصير يعني كأنه بيقول لك صدقني إن أنا لما أقود وأدبر لك حياتك هوصلك لكل اللي بتتمناه وأحسن من اللي بتتمناه عشان كده احنا بنتعلق بنتعلق بربنا سبحانه وتعالى الولي بالذات لما يبقى عندنا أزمات ربنا قال كده تعلقوا بالولي في الأزمة لأن الأزمة دي هي جزء من رحلتك وقصتك مع الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون كأنه سبحانه وتعالى بيقول ثقوا متى أعطي ومتى أمنع ده يتناسب مع ظروفكم وأحوالكم اللي أنا أعرفها أكتر منكم وتلاقي ربنا قال لك تعلق بي لما علاقة تنتهي من حياتك تعلق بالولي علاقة مع شغل معين علاقة مع إنسان معين حد خذلك في وقت أنت محتاج أنك تسند عليه ربنا بيقول لك لو في حاجة انتهت يبقى ده عمرها خلاص قال تعالى فإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ربنا سبحانه وتعالى لا يتولى عن العباد إنما ربنا دايما معك وليك سبحانه وتعالى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده صاحب اسمه جوليبيب وكان فقير جدا مش مشهور في وسط الناس ففي يوم من الأيام سيدنا النبي شاف حاله كده فلا مش متجوز وحيد فراح لواحد من الصحابة قال له أنا عايز أطلب إيد بنتك قال ونعم عين يعني يا سلام يا سلام قال له وش ليه لجوليبيب قال له طب أستشير أمها راح لمراته والدة البنت العروسة فقال لها ده النبي طالب إيد بنتنا قالت ونعم عين إيه الجمال ده قال لها لا مش للنبي لجوليبيب قالت جوليبيب وكأنه ايه يعني تضاءله الموضوع مين بتسمع جوه البنت قالت لهم أتردون أمر رسول الله شوف هي بقى إيه سلمت أمرها لأن أمر النبي هو أمر ربنا من يطع الرسول فقد أطاع الله فقالت لهم أنا لم وفق على كلام سيدنا النبي ده اللي بيخطبني للنبي واتجوزته ففي يوم الجواز النبي حضر ودعا اللهم صب عليها الخير صب ولا تجعل عيشها كدة جوزت جوليبيب يوم من ثلاثة جت حرب من الحروب وقتل جوليبيب شهيد فتسابق عليها أغنياء الصحابة يتجوزوها ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وصارت من أكثر الناس استقراراً لأنها ولت أمرها لربنا سبحانه وتعالى ده اسمه التعلق التخلق التخلق مع الخلق إن البني آدم يعامل الناس بهذه الصفة كيف تكون أنت ولياً مش في ناس اسمهم الأولية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم أولياء ولوا ربنا الأمرهم وعملوا لعليهم ورضوا بالأقدار وكمان كانوا بيتولوا شؤون الخلق بالمناسبة افتكرت قول جميل كانت سيدنا الحسيد بن علي بيقولوله أبو ذر كان يقول إن الفقر أحب إلي من الغنى وإن السقم يعني المرض أحب إلي من الصحة لأن ربنا بيكفر بالسيئات والفقر الإنسان بيعاني فربنا بيعظنه الأجر فقال الحسين رحم الله أبا ذر ولكني أقول من رضي باختيار الله لم يرى شيئاً أفضل مما اختاره الله اخترني غني الحمد لله اخترني فقير هسعى إن أنا أكون غني لكن لو اختيار ربنا أنا مولي أمر ده اسمه التعلق نرجع للتخلق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه ناس بتيجي المدينة سايبة بلدها اللي لسه بيعبودوا الأصنام ويسلموا عبال ما يدوبوا في مكتبع المدينة يشتغلوا و أمورهم تستقر النبي كان بيتولى أمورهم اسموهم أهل الصفة ساعات كانوا بيبقوا سبعين وساعات بيوصلوا الربعمية لكن أبدا سيدنا النبي ما يسيبهم شي يحتاجوا لو رجعوا بلادهم ممكن يتقتلوا لأنها كانت وقتها بلاد كفر فكان يتولى أمرهم وين السؤال خبارك إيه في من أنت مسؤول عنهم من حبيبك اللي بيلجأوا ليك ومن أهلك اللي أنت مسؤول عن وجودك في حياتهم أو أنك تصرف عليهم أو تهتم بشؤونهم زي ما ربنا كان وليك فكن ولي اللي أنت مسؤول عنهم أعرف واحد أجل سفره لدولة غنية جدا وفيها أفر في الشغل بتاعه كان بأضعاف مرتبه أجله سنتين عشان أبو كان في نهاية عمره وهو كان مسؤول عن خدمته وإخواته كانوا بعيد الشخص ده غني جدا دلوقتي ومستقر ومشتغل في شركة من أكبر شركات العالم لأنه وله أمره لربنا وعمل المطلوب منه إنه تخلق مع أبو بصفة الولي فالله تولى شؤونه وتدبير حاله على الوجه الذي يحقق مصلحته دي كانت الكنوز من وراء اسم الله الولي